يا أم ايه دي يا حبيبتي حاتبك ويه يا صدم ولاقم ولاوي اجري يا شمس هاتيلي طبق فيه مية من الحنافية لا تحطي تلجة ولا خليه فوتة ايه يا بيت بس بسم الله الرحمن الرحيم اللهه أكبر اللهه أكبر اللهه أكبر اللهه أكبر اللهه أكبر أيوا يا أختي ايه دي كده آل صحيح يا جبرية ان canonذه ياختي نداهتك ولا انت اللي نداهتيها بسم الله بموت بستيكة روحي بستيكة روحي اتي اتي من عميلك السودة من عميلك السودة يا أختي وقلبك اللي سود بس نقول إيه الله أكبر انت محسودة حين نصابتك يا جبرية ما الناس يا أختي ما بيستيبش حد في حاله يصيب إني في حالي بمين صح لو نمت قاعدين على رموشي لو صاحية واكفي قصات عيني لو تلفت ركدين جاري لا اه امشوا بعضوا عني بس 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 بعضوا عني بس يا أختي بس ده زي ما بيقولوا ركبك عفريد حفريد ايه يا ولية وانت يحوق فيك عفريد ده انت عايزة قرطة عفريد ولا حيحوقوا فيك الله في سماء انت عايزة المارد بشلته وأزويته عشان يحوقوا بغذر معاك يا جبرية يلا يا شمسة المية الله هو أكبر رقيتك واسترقيتك من كل أين شفيتك وما صليتش عن نبي عليه أفضل الصلاة والسلام الله هو أكبر الله هو أكبر ابعدوا عنها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا مفيدة ايه اللي موقفت كده؟ ريتال الست ريتال هانم جات لحد هنا وكانت عايزة اتموتني ولما قلت لها هيقول لي فتحي جلت لي مين فتحي؟ ده خدام أخره يمشي ورا حسن يشيل له الجزمة هي قالتليك كده؟ ايوة جلتك ده؟ بقول لك ايه؟ انت تجلي بالدنيا انا بقول لك اها انت لو سكت يبقى خلاص ما عدش للجيمة واللي كان عاوزه منك عصان به ما هتقدرش تعمله الناس دي لازم تعرف انك جامد وجوي ومسنود كمان نهار ابوها اسود اجي معاك؟ تيجي معايا فينا لما عنديش حارين يخرجوا بالليل البيت دي عبيطة ولا ايه؟ عايزانا نفوشهم هم؟ انا راح اقضي على اول اهلا وسهلا اهلا وسهلا تضب مبسوط منك عزم ولو ان ازعلان منك كان المفروض تقول انك اناك كان لازم اعمل كده علشان ما يبينش عليك ان انت عارف بس بجد برافو عليك ورين فان؟ ورين في البيت فهمت ان انا جايلك علشان احقلك تمام وانا عجلت خد بالك عسن اقصام ده ومش محتاجلك مكانش خرجك من الفيلا عنده تسيبك من عصام مهم انت ايه؟ انا مبسوط منك جدا وبجد عجب نرد فعلك قوي حسيت ان انت قد كلامك وعرف انت بتقول ايه بالزبط طب ما هي دي الحجيكة؟ ماشي عم الجامد وانت فاكر ان في حد في البلد دي يقدر يامل اي حاجة غير من كله البلد دي هتفضل طول عمرها في حد قيلة عبدالحكيم وانت عايز تخوفني منك او ايه؟ لا ما تخافش مني انا كلمتي واحدة وعمري مخون انا عارف انا عارف انت راجل جدع وقد كلمتك المهم ان لازم اسفر ايوه في حاجات مهمة جدا لازم اسفر عشانها علشان اعرف احنا ماشيين في عانه الدجاه بالزبط بس كده؟ لا او في حاجات تانية لما ارجع من الصفر هبقى افاهمك انا عملت ايه بالزبط المهم قبل ما تسافر حسن عايز اعرف احنا ايه اللي لينا و ايه اللي علينا عايز اعرف احنا ماشيين ازاي بالزبط وانا اضحت امرك نسبتي زي ما اتفاجنا وحقي في الحفز والصوم هتيجي تلاقيهم استدنك انا عارف مين تقدي كلامك وكلمتك واحدة حسن اقول لك ايه اسافر معك مش هتفرق كتير لانت مش تعرف تقبل اي حد هناك ليه؟ زي ما قلتلك قبل كده احنا عالم كبير ايه حسن كل مرة تقولي نفسي الكلام ده ما فهمش منك حاجة زي ما يكون فازورة منهاش حل لا فازورة ولا حاجة نفذ الكلام اللي بيتقلك بالزبط واعتبر ان اللي قدامك ده هو الراس الكبيرة حد ما راس الكبيرة دي تطقطع ويجي جرق هستأذنك ناري حسن لان انا عندي شغل كتير ولازم انام سلامة صاحبي ولكن همه اي حاجة ولا كان همه اي حاجة يبقى اكيد في حد وراه هو ده اللي انا متأكدة منه طب عادل قلق ايه؟ كان قلقين وراح اتكلم معاه كمان وقالي ان هو هيسافر بره عشان يشوف الدنيا هتمشي ازاي بس عارفة عسا مضغر مهدي خالص ازايك يا حزن؟ في ده تعالي قادي بعد يدك عني انا ستة متجوزة وليه يا سمحتي؟ متجوزة؟ متجوزة من مين؟ فاتحي؟ ايوة فاتحي ماله سيد الرجالة فاتحي سيد الرجالة؟ ايوة سيد الرجالة على اجل في نظرنا ده بقامرت ايه؟ بقامرت انه تجوزني رسمي من غير ما يحسبها ولا يفكر ولا يخاف من كلام الناس ما جلش كلام حلو ورجع فيها ما هو الراجل زي ما بيقوله بكلمته اللي بيقوله بيعمله ولاي يا كبير؟ صح ما عندك حق؟ بالإذن؟ هبتلحكي بزين بيجي شابهك لا يا سيد المكتب بتاعي لسه مخلص اه هاد في المكتب بتاعك من بكرا با بشي اه لا اهلا